تحول اليوم ذكرى ميلاد واحد من أبرز نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي وهو الفنان سعيد صالح الذي أثر بأعماله الحياة الفنية الراحل شارك في أكثر من 300 مصرحية وكانت مدرسة المشاغبين الانطلاق الحقيقي له وقدم بعدها العيال كبريت إضافة إلى مصرحية هامة أبرزها هلو الشلبي في تاريخ الفن المصري علامات بارزة ونجوم استثنائيون حفروا بموهبتهم أسماءهم بين العظماء وكان من بين هؤلاء النجم الراحل سعيد صالح ولد سعيد صالح في مثل هذا اليوم 31 يوليو من عام 1938 في محافظة المنوفية وحصل على لصانس الأداب بجامعة القاهرة في عام 1960 اتجه سعيد صالح للتمثيل بعد أن اكتشفه الفنان حسن يوسف وقدمه إلى المصرح في أولى أعماله هلو شلبي والتي خطف فيها أنظار الجمهور رغم صغر حجم الدور ووقوفه أمام عمالقة المصرح مثل عبد المنع مدبولي وعبد الله فرغالي توالت أعماله الفنية الناجحة وبدأ في كتابة تاريخ مميز وسط العمالقة وصار اسما هاما في المعادلة الفنية اشترك النجم الراحل مع عاد الإمام في عدة أعمال حققت نجاحا واسعا مثل سلام يا صحبي والهلفوت وعلى باب الوزير والمشبوه وهي الأعمال التي ساعدت على انتشار ونجاح الثنائية من أهم أعماله التلفزيونية السقوط في بئر السبع والمصروية وهارب من الأيام وأحلام الفتى الطائر وفي الأول من أغسطس من عام 2014 رحل سعيد صالح عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض ليرحل بجسده وتبقى أعماله خالدة ومؤثرة في كل محبيه